أما هلأ نور رح ننتقل بفقرتنا رح نخصصها طبية نفسية ورح نحكي فيها على الناس اللي صار عندهم صدمة ما بعد الزلزال يعني هلأ نحنا ما منعرف شو بدنا نعمل يعني صار عندنا أثار سلبية ما منعرف يعني منظل نراقب هدوء حتى الهدوء ما منطمن له حتى الهدوء ما منطمن له بتحسي انه بتضلي انتي خايفة هاد الهدوء في بعضه وراء شيء أكيد ما بقى يعني نحنا نقدر نطمن مية بالمية لازم نحس انه بعد هادو الشي بده يصير شيء فأدي هون نحنا لازمنا دعم نفسي لحتى نقدر شوي نخفف من هاي الأثار السلبية اللي ترك الزلزال بالمطلق عفاف الدعم النفسي كتير مهم أساسا نحنا عشنا عشر سنوات من الحرب أكثر من عشر سنوات قاسية جدا وعملها منعيش يمكن تداعيات الكارثة الإنسانية مؤلمة وقاسية نحنا اللي بعاد بيدي مشق كيف الناس اللي عاشتها متأسرين فيها كيف الناس اللي عاشتها في حلب واللاذقية وحمى خسرت بيوتها عوائلة في ناس خسرت عوائل بالكامل مؤلم جدا وقاسي اللي يتعرضو له لهيك أكيد في صدمات نفسية قوية كيف فينا نقدم لهم الدعم النفسي طريقة التعامل مع الصدمة النفسية الأطفال الكبار تعتبره بالدواءة أساسا صحيحة المعالجة بطريقة صحيحة ودعم نفسي صحيح يمكن نفس الوقت منقدر فعليا نكسب هذا الشخص ونأمن له فعليا حياة نفسية صحيحة ما نحكي أكثر عن هذا الموضوع أنا الدكتورة كارلا جمال طبيبة متطوعة في مجال الدعم النفسي يزعى صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير شكرا على الاستضافة صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتورة نحن بحاجة الدعم نفسي أوقات الأشخاص ما بيكون عندهم حدا يدعمه نفسيا بتلاقي الظروف الوضع الاقتصادي المعيشي الاجتماعي حتى كله ضغط عليه فهون يمكن هو ما يلاقي حدا يدعمه نفسيا فشلون هو بيقدر يعني قدامهم هو أنه نعطي نصائح قدامهم هو يقدر يساعد حاله أو يدعم حاله نفسيا إذا ما حاوله حدا تمام هلا بعد أي صدمة أو كارثة إجباري الشخص بده يعيش هذه الضغوط النفسية من قلق لخوف لتوتر وطبعا استجابة شخص لآخر للصدمة هي مختلفة سواء بتأثير الصدمة عليه أو استجابته وتعافي منه بتتبع لكثير معطيات سواء صابقة نفسية أو تعرضوا لصدمات صابقة مجموعة نصايح ممكن الشخص يتبع خاصة أشخاص المتضررين بس البعيدين نوعا ما على الحدث هنين مشاعر الخوف ومشاعر القلق أحانا كثير بيتسيطر على العقل فنحن لاحن نستبدل هاي الأفكار السلبية بأفكار إيجابية ونستبدل السلوكيات يعني نشغل دعم بالخوف في سلوكيات إيجابية هلا كثيرا نحن نشوف هلا على السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تهويل الأخبار وعم تصير فيه كمان شعيعات كثير مؤلم للأسف هاي الشعيعات نحن ننوه دائما عبر رحلاتنا الصباحية أي حدا ما عنده معلومة صحيحة لا ترتكز لا لمختص لا لمركز أبحاث لا لا أي حدا يعني بهذا الشأن يجب عدم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤلم جدا اليوم اللعب عبر شاعر الناس قاسي جدا لهيك أي حدا ما عنده معلومة صحيحة لا ينشر الإشاعات عم تأثر بشكل سلبي بس خلينا نحكي نحن عن الصدمة النفسية بعد حادثة الزلزال بنعرف نحن الآلاف من الناس يتعرضوا لهي الكارثة الإنسانية ونحن موجودين عم دار الساعة عم نحاول نغطي تداعيات هذا الزلزال تقديم المساعدات والعون وأهم الدعم النفسي بعد هاي الحادثة أكيد فيه صدمة نفسية وصدمة النفسية تختلف شدتها في قوية الشدة متوسطة خفيفة حسب الشخص الشوط عرب خلينا نحكي عنه طبعا الصدمة النفسية بعد الأزمة يمكن بمرر الشخص بمراحل بمراحل الإنكار الغضاء بالمساومة بعدين إيجاد الحلول هلأ فيه كمان شيء اسمه اضطراب بعض الصدمة كمان لأسف كتير الأشخاص اللي عم تشخص حالة بهذا الاضطراب إذا نحكي شوي عنه كلمان فعلا الواحد ما يتوهم أن هو معه هذا الاضطراب هو بيصير عنده شخص مجموعة من الأعراض النفسية والجسدية بتبلش بذكريات ببلش يسترجع مشاهد الحدث صور بصور أو بسماع هاي الأصوات اللي كانت بقل بالحدث بعدين بمر مرحلة التجنب أن هو بيتجنب بصير المكان الحدث أو الأشخاص اللي بتربطوا بالحدث أو النقاش بهاي الصدمة بعدين بمر مرحلة الأفكار السلبية من لاقي أن هو عم يبلش يبتعد عن العالم ويبتعد عن رفقاته ويبتعد عن عيلاته يبلش مشاعر القلق والخوف ويحس سلبية تجاه حاله وسلبية تجاه الأخري يعني من لاقي ببلش في إطراب بالنوم وإطرابات بالشهية وممكن يتوصل لأفكار وسواسية وانتحارية هل هنا ضروري الدعم النفسي يتدخل سواء هو يدعم حاله نفسيا بأنه يحاول يحفز حاله يضبط نومه يضبط جدول نهاره يحاول يتحكم بحياته قدر المستطاع يبعد عن السوشيال ميديا ويبعد عن الأخبار نحاول نضبط استهلاكنا لوسائل التواصل وخاصة فترة الاستيقاظ أو قبل النوم ما نعرض حالا للأخبار الكثيرة ممكن كمان نطلع نمشي نساوي أي نشاط فيزيائي أي نشاط جسدي نفرغ هي الطاقة السلبية نتعرض للشمس نحصل على النوم الكافي نشرب ماء كافي الدعم النفسي هنا كمان إذا طورت الحالة أو استمرت مجموعتها الأعراض لمدة شهر وأكثر هون بيصير اسمه اضطراب بعض الصدمة وهون بوقتها لازم يدخل معالج أخصائي نفسي ممكن يصير في تداخلات دوائية منها مضادات القلق أو مضادات الاكتئاب طبعا تحت الإشراف المختص هو فيه هو يدعم حاله أو يطلق الدعم النفسي بأي مرحلة وفي حالة تطورت الحالة وقته هنا تداخل أخصائي نفسي ضروري ذكرت حضرتك عن الأثار السلبية التي تتركها هذه الصدمة داخل الشخص الأثار السلبية تصير أوقات مثل عدم تقبله للواقع أبدا يعني حتى هو ما بيقدر كمان بنفس الوقت أنه يساعد حاله ويبعد عن الأخبار ممكن هو ما يحس بشي فبدو يضطر لحتى يظل فاتحناته ويشوف هاي الأخبار والشائعات يلي بزيد من الأثار السلبية يلي عنده هون كيف هو بدو يتعامل مع حاله مع هاي الأثار السلبية اللي خلقت جواته تمام هلا مثل ما أذكرت يا حضرتك حيانا بمر مرحلة الإنكار ما بيعد بيصدق الواقع حتى إذا تلقى وفاة أحد الأشخاص مقربين ما بيعد بيصدق وحيانا بيبنط الفترات منه باطل غضب بتلاقي فجأة بيكون قاعد فجأة بيعصب هلا هون نحن بنعب على دورين أساسيين منها إدارة الزات إذا الشخص وصل لمرحلة عم يرائب حاله أنه أنا عم نوصل إدمان بيكون أول شيء لأنه الأخبار بيشوفها لح تعرف شو عم يصير بعدين بيصير عند الفضول بعدين إدمان فجأة ما بيعد بيقدر يترك هالموبايل هون بدي يحاول استبدال هاي السلوكيات بسلوكيات تانية منها إدارة الزات أنه هو ينتبع على حاله ويحاول يساعد حاله أو بتلقي الدعم النفسي من أشخاص مقربين أو من مرشدين اجتماعيين نحن نسمح للمساعدة إنه تجينا والتفريغ عن مخاوفنا كتير بيساعد هذا الشيء أحيانا نحن كل واحد بيعبر عن حزنه بطريقة كتير ضروري نعطي هاي المساحة لحال لأنه نحن نعبر عن شو حاسي نتناقش عن مخاوفنا ونحاول نلاقي حلول أحيانا كل الشخص بيريحوا شي معين أنا بريحني إذا ضبيت غرادي أنا بريحني إذا عرفت شو بعمل إذا إجر مثلا الزلزار مرتان لأنه نعرف نحن هاي الصدمة لازم واحد كمان شو يفكر منطقية هاي الصدمة حدثت وخلصت العوامل كتير خارجية طيب ما فيني إمنعها وما فيني يعني وقفها فس أنا بحاول إنه أخذ الإرشادات المناسبة وخصف وطأ طالعا تماما عارف كيف أتصرف معها في حال إجيت فهون العالبي بلش بيعرف أنه أوكي أنا لح أعرف هلأ شو بعمل في حال واجهتني هاي الصدمة مرة تانية فبالش ببرتاح بلاقي حلول وخاصة أن المناقشات الجماعية أو ظل مع عالم ما إنعزل كمان بيساعد بتغفير جوة العائلة طيب خلينا نحكي عن نقطة مهمة إنت هتحكي عن إدارة الزات وطريقة التعامل مع الصدمة وقدام النفسي نحنا منحكي عن فينا نقول ناس كبار بالعمر شوية الراشدين الواعيين وأساساً كانت قاسية خلينا نحكي عن الصغار يعني نحنا نعرف بعض الصدمات ممكن تأثر لحالات هلأ يعني في ناس مثلاً أطفال بتلاقيهم عندهم حالة بكاء دائم عندهم حالة تعدم يعني تلاقي نفسهم دي بس يتذكروا الحادثة ما بيقدروا يتنفسوا في بعض الأضطرابات اللي هي بتعبر هي أساساً حالة نفسية من الصدمة بتتفرغ بطريقة معينة كيف فينا نتعامل مع هذول الحالات اللي أساساً عاشوا الحالة قاسية جداً ومؤلمة خصوصاً يطلعوا من تحت ركام يعني والأطفال في عدد كبير اليوم وأساساً بيوته الراحت لنا بمراكز الإيواء أو ببعض البيوت اليوم كيف فينا نتعامل معه لأنه الطفل بتأثر بالمستقبل على شخصيته فعلياً وعلى نفسيته هلأ نوبة هلأ تصيرت كهلأ منواج هلأ الكبار أو للبالغين أو المسنين بتصير مجموعة من أعراض الجسدية مثل ما ذكرت يا حضرتك أحياناً بيديق نفس بيصير تسارع بنبضات القلب أحياناً منشوف أنه فيه تعرق أو رجفان وحالات النفسية بيصير خايف نلموت خايف يصير هلأ زلزال بخاف يصير كارثة حتى حياناً إذا تحاكي ما بيعود بيركز معك بفقد اتصاله بالواقع بفقد اتصاله بالآخرين ما بيعود بيقدر يسيطر على شعور ما بيعود بيقدر يضبوط حاله هلأ هنا أثناء نوبة الهلأ نحن فينا نتنفس بهدوء نحاول نركز على تنفسنا لحتى نعطي الهدوء لجسمنا مشان نرجع نركز حواسنا للواقع لازم مثلاً نشم أي ريحة قوية نركز على شغلات محددة بالغرفة مثلاً كم شغلة لونة حمراء بالغرفة حاول نرجع حواسي البصرية أو السماعية أو حتى الشمية للواقع حالياً حاول أقول أنه هاي نوبة الهلأ عم تمر علي هلأ بسيه ما حتقسل ما حتموتني ما حتعمل ليش هي هلأ حتمر خلال ثواني أو دقائق مدتها ولح تنتهي فعرف أنه هي شغلة كثير مؤقتة حاول استذكر أي شيء إيجابي وضل كرره قول أنه هلأ ما حسير معي شيء تذكر أي شيء إيجابي بريحني وكرره بالنسبة للأطفال نلاقي صعوبة أنهن ما بيقدروا يعبره وما بيعرفوا شعور ما يحسوا بتلاقي مشاعران كثير ما تخربطها ما بيعرفوا شو هاد الشعور ما يحسوا شفنا فيديوهات مؤلمة لها حتى لما تكررت الهزة الارتدادية التي كانت قاسية وقوية شفنا فيديوهات على مواقع التواصل الميديا والسوشيال ميديا مؤلمة للأطفال لأنه فعلاً رجعوا وعاشوا الحالة فرجعوا حالة التوتر والقلق بنفس القوة وأكتر يمكن هنا نحن بنترك الطفل يعبر عن الشام يحس بطريقته يعني فيه أشخاص ممكن تغضى من لاي سلوكيات صارت عنيشة عند الطفل فيه أشخاص بتكتم كثير بتلاقي بعدين فجأة بكت فيه أشخاص مثلاً أو أطفال ممكن يتعبر عن شي اللي حاسستوا بالرسم أو ممكن نحن لحتى نخليه فرغ هذا الشي اللي عم يقوله نحن مثلاً إلوه حكي لنا قصة شو صاير مع مثلاً شو بتعرف قصة عن طفل بلش هو بيخترع لنا قصة عن طفل تاني نفس حالته عم يحكي قصته بس على اسم طفل تاني بلش بيحكي لك هو شو عم يحنس الطفل بصياغة تانية ونحن ممكن نطلع بحلول من خلال هو حكي لهذه القصة حتى ممكن يحكيها مع طفل تاني يعني هلأ لما بنجمع الأطفال مع بعضهم ونعمل لهم هاي الجلسات مع بعضهم كتير بيساعد لأنه بلاقوا أقران لإله أطفال لإله عم تحس نفس الشي بس ما عم تحافي تعبر هذا الشي الجوزين عم يحكوا مع بعض يحكوا قصص يرسموا من حيكة منخصصهم هاي المساحة الأمنة كتو تروا نحن كمان ما نكبتون لا ما بصير تخافوا كل شي مياحي لا ما علي شي انخليون يعبروا على الشي اللي بدون هنن يعبروه هي كمان بترجع لهاي المسئولية على الأهل يعني أنه هنين لازم يديروا بالهم على الطفل لازم يكون عندهم كل هاي المعلومات والوعي والإدراك على شو هنين لازم يتصرفوا بس في بعض الأهالي ما عندهم الوعي الكافي أو طريقة صحيحة للتعامل مع ردات فعل الطفل أو حتى مع أنفسهم أحيانا والوضع الاقتصادي كمان ما بيساعد أن يروحوا لعند أخصائيين نفسيين أو لحتى يطلقوا الدعم فهون أكيد فيه مراكز ممكن هنن يروحوا عليها فينا نتذكر بعض المراكز مشان لي ما عنده أدرى يروح تمام هلأ بس بدي يضيف شغلة هلأ ضروري كثير نحن نحطضن الطفل يعني بالمعنى الجسدي بالمعنى العاطفي هلأ كثير ضروري يحسسوا بالأمان ومهم كثير أنه أنا ما أحكي له شغلات محاقية يعني أحيانا نحن نفكر أنه منتبع استوب مع الطفل أنه بسألنا شو هاد الزلزال ليش هاد الزلزال وليش نخترى له قصص أنه نكتر مع المعنى نعرضه للواقع ولكن نحن كثير ضروري نكون صادقين مع الطفل يعني منشرح له الشيء اللي صار بحقيقة بس بمصطلحات وبطريقة مبسطة على حسب عمره يعني أنا ما أحكي شيء من نزج الغيال لا أنا خليه عامله كطفل لأنه لحيحس وإذا حس أنه أنا عم كذب مثلا عليه أو عم خبي شيء لحيفقد هاي الثقة لحيفقد هاي العلاقة بينه وبينه بالإضافة أنه أنا ما عطي وعود كاذبة يعني أنا ما أمله بشيء ما له ما حيصير سواء للأشخاص اللي بقلب الحداث أو البعيدين عن الحداث دائماً لما أنا بدي يقول شغلة كون صادقة فيها عارفاني أنا لحيقدر أنه نفذها يعني فيها الآن كتير سواء منصات اجتماعية أو منصات أونلاين يعني عم تقدم دعم نفسي وعم تكون حاضرة بمراكز الإيواء أو حتى يعني عم وقع التواصل الاجتماعي وعم تكون كمان مجانية فأحياناً بي تليفون واحد ممكن للأشخاص تتعبر عن مخاوفها وتلاقي حلول لحتى تساعد حالة وتساعد العلاقة أكيد في مبادرات كتير للدعم نفسي استضفنا العديد مننا وكتير متطوعين مثل حضرتك مختصين أكيد أن تشكركم بالخطام على جهودكم اللي عم تقوموا فيها والدعم النفسي جداً مهم يعني قبل كل شي الدعم النفسي هو الأساس يعني فينا نقول هي العوامد الأساسية للاستمرار فعلياً وتخطي الأزمة شكراً كتير إليك شكراً لك شكراً لك دكتورة كارلة أهلاً وسهلاً فيك